قررت روسيا إعادة شراء سنداتها الدولية لعام 2022 بإجمال مليار وخمسمائة وثلاثين مليون دولار ودفعت لحامليها بالروبل في خطوة يرى المحللون أنها تساعد حاملي الإصدار على تخفيف عباء السداد بالدولار الأمريكي وبحسب وزارة المالية فالسندات التي صدرت عام 2012 سيتم شراؤها بسعر عدل مئة بالمئة من قيمتها الإسمية وسيساعد شراؤها مرة أخرى موسكو على تقليل الحجم الإجمالي للسند عند استحقاقه جاء شراء السندات المستحقة وهي أكبر دفع الديون لروسيا هذا العام في أعقاب تحركات غربية لتشجيد العقوبات على البلاد بسبب الحرب في أوكرانيا وتجميد موسكو من التمويل الدولي واعتبر المحللون في وقتاً سابق أن السداد بالروبل يثير احتمالية حدوث أول تخلف عن السداد منذ مئة عام بينما أكد مسؤولون روس أن أي مشكلة في السداد ستكون تقصيراً مصطنعاً وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية جمدت جزءاً كبيراً من الاحتياطات الأجنبية الضخمة لموسكو فإنها تمكنت من تزديد بعض ديونها السيادية وتجنب التخلف عن الدافع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر